أثوبكم بشرة الآن إلى هذه الأخبار العاجلة التي أتينا من بريطانيا تحديدا من العاصمة لندن إذا أعلن قصر باكنجهام أن طباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون على صحتها وأوصوا بأن تبقى تحت الإشراف الطبي وقال قصر باكنجهام أن الملكة إليزابيث خضعت صباح اليوم لمراجعة طبية واتفق الأطباء في إثرها على إبقاء الملكة تحت الإشراف الطبي بدورها قالت رئيسة الوزراء البريطانية أن المملكة بأكملها تشعر بقلق عميق بشأن مرض الملكة إذن أمام هذه التطورات التي أعلنها قصر باكنجهام للملكة إليزابيث الثانية ذات العمر الأطول على العرش البريطاني خلال العقود الماضية هي عاصرة حروبا عالمية أحداثا كثيرة يعني يخشى المجتمع البريطاني السياسيون كثير من الجهات من وراء هذه الوعكة الطبية الخطيرة ولابد من التطرق الآن إلى بعض المعلومات للملكة إليزابيث الثانية البالغة من 96 عاما منذ 21 أكتوبر العام الماضي تعاني من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف أضاف القصر في بيان أن الملكة لا تزال مرتاحة طبعا في منطقة بل مورال هذه المنطقة التي تلجأ إليها بالأمس رأينا صورا أيضا وهي تستقبل رئيسة الوزراء سيد الإزتراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة كانت يبدو متكئة على عصى بدت مرتاحة أثناء الاستقبال لكن هذه الوعكة الصحية تضرب الآن الملكة إليزابيث الثاني وبالتالي هناك مخاوف حقيقية طبعا على صحتها وحياتها في هذا التوقيت الملكة إليزابيث الثانية هي ذات العمر الأطول ما بين ملوك بريطانيا خلال القرون الماضية عاصرت كثير من الحروب تغيرات رأساء وزراء كثر في بريطانيا تغيرات اجتماعية تغيرات سياسية كبيرة هي فارقت في العام الماضي زوجها بالطبع والذي كان رحيلا صعبا كما قال قصر باكنجهام عليها في العقدين الماضيين كان الأصعب ولي العهد أيضا رأينا حضوره بشكل أكبر في خطاب العرش رأيناه في الفترة الماضية ما تطرق إليه كثير من المراقبين على ضعف صحة الملكة إليزابيث الثانية اشتركوا في القناة